منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ظل مطار سقطر الدولي متوقفا عن العمل نتيجة الأوضاع التي تشهدها البلاد ثلاث سنوات استمرت فيها الجزيرة شبه معزولة عن محيطها ما اضطر بعض الأهالي للسفر عبر البحر لمدينة المكلة وذلك شكل خطورة بالغة خلال موسم الرياح الشديدة التي تتسبب بتوقف حركة الملاحة البحرية إعصار تشابال وميغ أحدث أضرارا بالغة في المطار ما جعل إدارته تسعى جاهدة في ترميم وصيانة وبناء مكاتب جديدة خصوصا مع استئناف الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها إلى سقطر عبر مطار سيئون الدولي تاتي هذه الجهود في إطار تخفيف معاناة السكان هنا بالجزيرة وتسهيل سفر المرضى والطلاب المطار الآن كان مطار مجهز وكان مطار دولي كان يستمر من دبي ومن الشارقة ولكن عندما أتى الأعصار شابالة وميغ تضرر المطار كثير فبدأت تكسير بعض الأبواب والنوافذ والأجهزة لا يمكن لدينا أي ناغل غير الطائرة أو السفن البحر قد تستوى لنا كوارت وماشبه القرق في البحر وأمواج شهر ثلاثة وأربعة التي يمكن الناس يتنقل فيها أما الباقي لا يمكنهم راحة ضحايا شهد الله يرحمهم اليوم نحن بصراحة بفرعانين كثير بعودة هذه الرحلة إلى المحافظة ونتمنى أن تستمر ولا تنقطع هنا كما تدركون هناك عزلة عن اليمن البعر محاطة عنه يمجمع للتيجهات ومقابلين الآن على فترة هي ما تسمعنا فترة الخريف فترة الرياح يعني هناك يمكن ثلاثة أشهر تنقطع على السفن البحرية فماشي معنا الله سبحانه وتعالى ثم عن طريق الجوق الخطوط اليمنية استأنفت عملها بتسيير ثلاث رحلات شهرية إلى سقطرة مما لقى ارتياحا كبيرا من قبل الأهالي الذين يأملون أن تستمر دون توقف بالإضافة إلى إيجاد حلول لأسعار تذاكر الطيران الباهضة خصوصا أن أبناء الجزيرة لا يمتلكون مصادر دخل غير رعي الأغنام وصيد الأسماك تمثل عودة الرحلات الجوية من وإلى أرخبيل سقطرة شريان حياة لأبناء المحافظة بعد أن ظلت متوقفة لسنوات حدد مسعد غناة بلقيس من محافظة أرخبيل سقطرة